هنسيب كرة السلة وهنروح لكرة طايرة ومجموعات الكرة طايرة نزلت في البطولة العربية بطولة العربية هتقام في مصر بإذن الله من 16 ل28 فبراير اللي جاي بإذن الله النادي الاهلي بيستعد بالسفر إلى معسكر إلى السعودية بليها بدعوة عفوا من نادي الوحدة وكمان النادي الاهلي أكيد لعابته اكتملت بعد رجاحهم من المنتخب الاهلي بيلعب في المجموعة الأولى مع نادي أساريا الليبي والهلال السعودي وسيب العماني خبيل اليمني أربع مجموعات 16 فريق يعني عفوا أربع مجموعة في خمس فرق هذه المجموعة الأولى زي ما احنا شايفين قدامنا الاهلي المصري الهلال السعودي وأساريا الليبي وسايب العماني وخبيل السيب العماني وخبيل اليمني دي المجموعة الأولى المجموعة الثانية الأهل البحريني الهلال الليبي العرب القطري خدمات جباليا الفلسطيني وشباب الأهل الإماراتي المجموعة الثالثة بنياس الإماراتي نادي الزمالك المصري ووادي موسى الأردني السلام العماني وغاز الجنوب العراقي المجموعة الرابعة الأهل السعودي كازم الكويتي الشعلة اليوم اليومني البشماركة العراقي وسنجل الفلسطيني زي ما احنا شايفين عشرين فريق في بطولة البطولة العربية للكرة الطائرة بطولة قوية جدا بطولة مهمة اتكلمنا عليها لمرة اللي فاتت وزي ما احنا شايفين قدامنا المجموعات وكان كابتن ميدو مصرحي قال ان البطولة دي بطولة مهمة لعودة مرة اخرى لاعتلاء المنصة في البطولة العربية